اخفي عن الحياة في قنصلية بلاده لكن قضيته غدت مشكلة دولية القت بظلالها على الوضع في اليمن الحديث هنا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي ترجح مصادر تركيا مقتله داخل قنصلية السعودية في الصنبول وهو ما خلق تداعيات سيئة على اليمن التي اضحت من ضمن اوراق الضغط التي تستخدم ضد السعودية من قبل دوائر امريكية وغربية اختفاء خاشقجي وفق صحيفة نيويورك الامريكية قد يعرقل خطط ترامب لحصار ايران مما ينعكس سلبا على الحملة العسكرية التي تقودها سعودية ضد ميليشيا الحوثي حليفة ايران الحرب التي قد تضرر سمعتها بشكل كبير بسبب مقتل خاشقجي خصوصا كما تشير تقارير دولية الى ان التحالف السعودي الاماراتي متهم بالتسبب بمقتل العديد من اطفال اليمن نتيجة غارات جوية تصفها الرياض بالخاطية ازمة الصحفي السعودي اضحت مدخلا لفرض عقوبات على السعودية بسبب حرب اليمن حيث طالب نواب امريكيون بوقف تصدير الاسلحة الى السعودية ومقاطعة مؤتمر استثمار سعودي مقرر ان يعقد نهاية الشهر الحالي وقد طالب سيناتور امريكي بعادة نظري في علاقة واشنطن مع السعودية بسبب تحول الحرب في اليمن الى ازمة انسانية مضرة بسمعة امريكا بشكل او باخر تسببت حالات التبعية المطلقة من الشرعية بالرياض الى جعل اليمن ترتبط مباشرة بالسعودية بدليل انعكاس التداعيات السلبية لازمة خاشقج على اليمن وهذا يعود وفق مراقبين الى السياسات الخاطئة التي انتهقتها السعودية ومعها الامارات في اليمن وهي السياسات التي انتجت عدم ثقة دولية بخطط الدولتين وهو ما اضر بشكل كبير بمعركة اليمن الرئيسية مع ميليشيا الانقلاب اشتركوا في القناة